لم تعد الطرق آمنة في عدن فعلى قارعتها يختطف أمن المدينة وتغتال سكينتها صباح الأحد 22 من يليو الجاري صحت المنصورة على جريمة مهولة مواطنان مرميان على رصيف أحد الشوارع أكدت مصادر أمنية مقتلهما وسجلت الحادثة كالعادة ضد مجهول ولم يتضح بعد طبيعة الحادثة هل تأتي ضمن العمليات الإرهابية المنتشرة في عدن أم تندرج في إطار الأعمال الجنائية لكن عدن كانت قد شهدت السبت الماضي محاولة اغتيال كادت أن تدي بحياة أبو مشعل الكازمي النائب الأول لمدير أمن عدن الذي أصيب بعد إطلاق النار على موكبه واتت محاولة اغتيال الكازمي بعد ساعات من اغتيال محمد بازرعة مدير إدارة الإرشاد بمكتب أوقاف عدن وخطيب مسجد عبدالله عزام بالمعلة كانت العاصمة المواقة قد سجلت ارتفاعا ملحوظا في جرائم الاغتيالات خلال هذا الشهر حيث اقتل العقيد فهم الصبيحي مدير عام شرطة بيري فضل في الوقت الذي قام فيه مجهولون بتصفية العقيد سيف الظالع مدير البحث الجنائي بالمنصورة تلقي حوادث الاغتيالات ظلالها السوداء على الانفلات الأمني الذي أضحى خبرا شبه يومي مرعبا في عدن وهو الانفلات الذي لاحظ مراقبون أنه يستهدف في أغلبه شخصيات مدنية وسياسية وعسكرية موالية للشرعية ومعارضة للدور الإماراتي لكن هذا الانفلات في النهاية بتأكيد مواطنين يستهدف عدن كعاصمة مواقة واليمن كجمهورية اتحادية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر